اشتركوا في القناة في مأزر كيف غيرت اليمن كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السلام أيديولوجية لا تموت هل الأعمال الإرهابية الاختيالات تحديدا تعتبر حربا أن هذه الأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني وعماله المنتشرون هنا وهناك اختيالات تفجيرات هل هذه تعتبر أعمالا حربية مسموح بها في القوانين الدولية قوانين الحرب تقاليد الحرب عادة يعني هناك يعني معروفة حتى في الحربين العالمية الأولى والثانية كان التركيز يتم على الحروب التقليدية المعروفة أما أن تلجأ إصابات سمت نفسها دولة وصارت دولة كما هم يعتقدون في أضوى في الأمم المتحدة مع كل ذلك لا تلتزم بأوالين ومقررات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتظل تمارس هوايتها في الاغتيالات والتسجيرات وإثارة أعمال العنف خارج المعقول وخارج المقبول وخارج المألوف حتى في الحروب بين الدول ما يقوم به هذا الكيان الصهيوني اللقيط من اغتيالات هي في الحقيقة أعمال جبانة تفجيرات أعمال جبانة شون يتفجر مسيرة إلى مثلا مرقد الشهيد قاسم سليماني مثلا كما حصل في الأسبوع الماضي شونه تختال فلان شونه تختال فلان شونه تختال فلان قائد هاي الاغتيالات اللي جاي تشوفوها وهذه بالمناسبة أولا هي مجديدة وثانيا بغض النظر السهم يعني من الذي يتبناها بشكل رسمي حنا نتحدث عن عمل إرهابي تصفيات جسدية هذه دليل على الفشل الدول والكيان الصهيوني لا يعتبر دولة هو أعصابة هو قاعدة عسكرية للغرب كما تعلمون وقد صرح بايدن أدت مرات قال هذا الكيان يعني هذه دولة إسرائيل لو لم تكن موجودة لأوجدناها نحن نحن نحتاجي ويقولها إلهم أمامهم من راحلهم يتعاطفوا إياهم ويعزيهم ويرضامن معهم بعد مصيبة طوفان الأقصى التي جعلتهم أراتاً بلا أمن بلا عقل تشفت سوآتهم وعوراتهم وأظهرتهم للوجود كياناً لقيطاً قابلاً للكسر وقابلاً للزوال يقول لو لم يكن هذا الكيان موجوداً لأوجدناه مع كل ذلك أقول هذا الكيان هو يأتي وينفذ عمليات إرهابية يستفيد منها في وسائل الإعلام وعبر جيوشه من المتصهينين العرب تحديداً لكي يقول أنه حقق شيئاً في عملية ما يسمى بالأسوار الحديدية التي وصفها كبار الصحفيين في الكيان الصهيوني بأنها عملية إسقاط السراويل تذكير مهم فالكارثة بسموه نانة الكارثة هو أن هؤلاء المتصهينون أن هؤلاء المتصهينون العرب هؤلاء الصهاين العرب والمتصهينين أقل درجة من الصهاين يتبارون فيما بينهم هذولي أحبائي لا هم وقلت لكم سابقاً لا هم يؤيدون المقاومة ولا هم يؤيدون أي فعل حتى ولو بالكلمة بصالح المقاومة لا لا يمارسون الكذب والتضليل ويلكفون هاي عمليات الاختيال ويجوني كبروها في وسائل الأعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الإحباط مشاعر الإحباط لدى جمهور المقاومة وأموم الجمهور في العالم ورأي العام في العالم خصوصاً العربي ويبين لك أنه هذا الكيان لا يقر وهذا الكيان أذلته طائرات شراعية في عملية طوفان الأقصى وتعال شوف تعال جيب ليل وخذ عتابة تعال شوف الصحف الصهيونية اشتكتب لا تزال هذه التداعيات يكتبون عن قضية طوفان الأقصى وأنها أحدثت شرخاً شرخاً كبيراً جداً 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 في داخل الكيان الصهيوني ولاحظتم في الأسبوع الماضي الاحتفال الكبير الذي شهدته دول كثيرة رغم كل ما فعلته المنظمة الأرهابية التي تسمى إسرائيل من أعمال تفجير عبر عبالها وعبر من يتفاعل معها ويتعاون معها ويتطوع لخدمتها شفتوا الاحتفال بذكرى استشهاد قادة النصر وأثبت كل ذلك أثبتت مضاغر الاحتفال وطبيعة التعاطي الشعبي مع قادة النصر تحديداً أن قادة النصري كانوا بالفعل أبطال سلام وسائل الإعلام وخصوصاً العربية والصهاين العرب المتصهينون هؤلاء العرب يحاولون هذه الفكرة فكرة أن قادة السلام قادة النصر هم أبطال السلام تغييرها بأي شكل من الأشكال ومحاولة تصديرهم وكأنهم قتلة وإرهابيين من تجي تشوف القنوات الفضائية لحد هذه اللحظة من يصير ذكر هم يتحدثون عن موضوع مختلف لازم يقول لك والله إيران احتلت أربع عواصم أربعة عواصم إيران فعلت بالعراق كذا وكذا قاسم سليماني بدون ألقاب قتل ملايين السنة وليس قاسم سليماني أنقذ ملايين السنة في سوريا في العراق في فلسطين في لبنان في كل العالم الإسلامي مقاومة هؤلاء مقاومة قادة النصر ومن مضى على دربهم هي ضد الأرهاب الذي تمارسه هذه الدولة اللقيطة اللي سميت بإسرائيل فيحاولون بأي شكل من الأشكال قتل هذه الفكرة وقتل هذا المنهج حتى لا يؤثر في الأجيال الجديدة اللي ما تعرف منه قاسم سليماني أو جيل الشباب اللي نشأوا وكبروا ومو كثير يعرفون أنه قاسم سليماني ويشوفون وسائل التواصل الاجتماعي وطبعاً أبو مهدي المهندس هذا من أقول قاسم سليماني يعني أبو مهدي المهندس نفسه قاسم سليماني نفسه أبو مهدي وأبو مهدي نفسه قاسم سليماني وسبحان الله هذا التزاوج الفكري والعقيدي وحتى رف الشهادة هذا له دلالات كبيرة العراق إيران والعراق لا يمكن الفراق هذا يجب أن يكرس فلهذا هم يصرون على تخريب وتشويخ صورة قادة النصر كما لاحظتم طوال الأيام الماضية بل طوال السنين الأربع الماضية وعلى هذا الأساس جاءت هذه العمليات الإرهابية التي استخدفت الفكرة يخشون قاسم سليماني أستنجي شوية قاسم سليماني باعتبار الأسبوع الماضي تعرض الزائرون لمرقده الشريف إلى تفجيرات إرهابية يخشون قاسم سليماني شهيدا وكأنهم هم ما يؤمنون هؤلاء لا يؤمنون لا يؤمنون وكأنهم يعتقدون بأنه بالفعل حي لأن الشهداء أحياء عند ربهم شوف التعبير القرآني شقد دقيق يقول يرزقون يرزقون أنا لا أريد أن أبدو مفسرا للقرآن بس أنا من أتأمل وأنت تتأمل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون رزقه رزقي أتيهم يخشونهم وهم وحتى بالنسبة للحاج أبو مهدي أو لاحظتم في الأيام الماضية موضوع الصورة وموضوعات كثيرة لا أريد إثارتها من باب لا أريد أن أنكأ الجراح لأن هناك مع كل الأسف الضد النوعي الذي عملت عملت عليه الوحدة 8200 وباقي الوحدات التابعة للأجهزة الاستخبارات في الكيام الصهيوني إيجاد ضد نوعي في كل مكان يستهدف رموزنا ويستهدف قادتنا ويستهدف هذه الأيديولوجية وهذه العقيدة وهذه الفكرة فكرة المقاومة التي تكبر وتنمو يوما بعد يوم وهذا مصداق أن عملية الطفال الأقصى واحدة من الانتقامات الإلهية للشهيد عاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل الشهداء اللي هم حوضة وهم أطفال السلام لأنهم عملوا من أجل السلام الذي عملت الولايات المتحدة على زعزعته عندما يعترف ترامب الذي قتل قادة النصر يقول يعترف بأن روسيا قاتلت التنظيم الإرهابي داعش في سوريا وسوريا قاتلت التنظيم الإرهابي في سوريا وإيران يقول إيران قاتلت التنظيم الإرهابي في سوريا من الذي قاتل التنظيم الإرهابي حسنا في سوريا هو إذا يحجي مقاسم سليماني ويأتي ويقرر اغتيال قاسم سليماني يعني شنو يعني قتل السلام أو يريد أن يقتل السلام لكنه عقيدة وفكرة كما أبو مهد المهندس لا تموت ابقوا النمر الورقي في مأزق ليلة سقوط النمر الورقي كيف حول الفلسطينيون مظلات الهوات إلى أدوات لاختراف دولة الاحتلال هذا واحد من العناوين التي ضجت بها الصحف وقنوات فضائية بشهورة في الحديث عن السابع من أكتوبر الماضي أبو عبيدة المتحدث المعروف هذا الشاب الذي يخيفهم النمر الورقي الذي يستقوي على شعبنا منذ سنوات يتهاوى أمام مجاهدينا قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إن النمر الورقي الذي يستقوي على الشعب الفلسطيني منذ سنين يتهاوى أمام مجاهدي القسام ليدفع ثمنة تدنيس المسجد الأقصى طبعا هو يقصد الكيان الصهيوني اللقيم لكن أنا في العنوان من قلت النمر الورقي في مأزة أقصد الأشمل النمر الورقي الحقيقي من هو النمر الورقي الحقيقي؟ في أغسطلس أب ألف وتسعمية وستة واربعين انتبه للتواريخ ذغبت الصحفية الأمريكية أنا لويز سترونغ لإجراء مقابلة مع الزعيم الصيني ماوتسي تونغ الذي طرح في إجابته عن أحد الأسئلة نتيجة مفادها أن جميع الرجعيين هم نمور من ورق استخدمت الصحفية المصطلح الإنجليزي بمعنى الفزاعة يعني نمور من ورق يعني نمور من فزاعة خيال المآتب المصري لترجمة نمر من ورق نمر من ورق لكن ماو أبدأ امتعاضه من ذلك وأكده أنه لم يكن يقصد ذلك الاستنتاج وإنما كان يعني حرفيا مفردة النمر الورقي وبالتحديد نمر من ورق وكان يركز تحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف معها دول الغربية كانت حريخ 1946 بعده الحرب العالمية الثانية وانتصار الأوروبيين والغربيين عموما وبروز الولايات المتحدة الأمريكية تنمر من ورق كما يقول ماو تي طونغ بعد الإعلان عن المقابلة انتشر هذا المصطلح نمر من ورق حول العالم وأصبح متداولا بين الناس بشكل واسع عندما زار وزير الخارجية الأمريكي اللي توفق بالفترة بسيطة إنري كيسنجر الصين في العام 1971 كانت الجملة الأولى التي واجه بها ماو ستي تونغ هي السيد الرئيس اخترع كلمة إنجليزية المهم هذه الكلمة نمر من ورق تتجسد عمليا حرفيا الآن في فلسطين المحتلة لأن الذي يقود هذه العمليات في فلسطين المحتلة هو النمر من ورق ونمور أخرى صغيرة متحالفة مع الكيان الصهيوني وطبعا الحماسيون والفلسطينيون يتحدثون عن النمر من ورق بين قوسيا إسرائيل فيتنام أكدت لنا ذلك الآن تجي تقرأ في بعض الدراسات والمقالات التي كتبت عن النمر من ورق تشوف أن فيتنام أيقنت أن استراتيجية الحرب الطويلة تتؤدي إلى تفاقم التوترات في المجتمع الأمريكي من خلال إثارة الرأي العام الأمريكي ضد حرب فيتنام ومن ثم ستجبر واشنطن على سحب قواتها لذلك أعلن الرئيس الفيتنام الشمالي هوتشي منه عن ذاك أن كسب تأييد الشعب الأمريكي أمر مهم للغاية مؤكدا أن الأمريكيين لن يسمحوا بتبديد مواردهم في فيتنام من أمريكيين الشعب إلى ما لا نهاية وهذه مجلة سيرفيفال تيجي تكتب تختار هذا العنوان النمر الورقي صورة العدو لأمريكي يعني أعداء أمريكي عندهم ذهنية في ذهنية أن صورة أمريكي هي نمر من وراء وهذا الكلام الذي قاله ماوتستي تونغ قاله الإمام الخميني عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال قوات بحرية أمريكية لحماية السفن أو ناقلات النفط التي تدخل إلى المنطقة منطقة الخليج بعد الحرب التي شنها صدام على الجمهورية الإسلامية وتحديدا ناقلات النفط الكويتية اقتلبت آنذاك حماية من القوات الأمريكية فالإمام الخميني قال لهم بالحرف الواحد أن أمريكا إذا ذغب إذا استهدفت في مياه خليج فارس وذهبت الجثث الأمريكية الثوابيت بلفوفة بالأعلام الأمريكية إلى الولايات المتحدة فالرأي العام الأمريكي لن يقبل أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تقدم فيها أبناء الأمريكيين ضحايا طبعا هذه قصة طويلة حريضة أنا أعرف تفاصيلها وكان يفترض بالحرس الثوري أن ينفذوا عن طريق الزوارق سريحة السير عمليات استشهادية المهم يعني نتحدث عنها لاحقا بس أقول وهذا ما أكده أيضا الأخوة في لبنان عندما استهدفوا المارينز في لبنان تذكرون تلك جيدا إجت هذه القوات الأمريكية بعنفوانها إلى داخل لبنان فانسحبت بعجالة بعد العملية الشهيرة التي استهدفت الماريز والمظليين الفرنسيين أيضا وانسحبوا فسهارة اللي تشوفون في المنطقة من هيمنة أمريكية ومن ادعاء بأن أمريكا مسيطرة على الوظاف في المنطقة بعد المندب البحر الأحمر هذا راح تحدث عنه بالمحورة الثالث هذا كله يؤكد أن أمريكا نمر من ورق أمريكا نمر من ورق ومن يتحالف مع أمريكا مثل ما كان يقول الرئيس المصري قاله سابق خسن مبارك المتغطي بالأمريكان عريان لا تؤمن ظهره ولا توفر لغطاء وشفت السعودية المملكة العربية السعودية خلال سنوات العدوان على اليمن أيضا فسح سنوات لم تتمكن الولايات المتحدة التي قادت الحرب من حمايتها من الصواريخ والمسيرات اليمنية لم تتمكن هل سيجون يبثون بعض الإشاعات وركز برة أخرى على الصهاين العرب اللي يقولون والله أمريكا وحتى بعضهم أو معظمهم من المملكة العربية السعودية من يجون يقللون من أهم مع أنهم يقولون نحن لا ننخرط يعني المملكة العربية السعودية تزعم أنها لم تنخرط فيما يسمى بالتحالف الدولي لكن يجون شي يقولون يضعفون من قدرة يعني يقزمون من قدرة اليمنيين في مواجهة أمريكا يقزمون ويقولون أمريكا هي اللي ما خلتنا نحن نوصل يا أبا من يقول لهم يا أبا ترى أنتو تسع سنوات تقريبا كل شيء ما كنتم تسوون نش سويته أخيرا اعترفت بوجود دولة في صنعة وقعدتوا تتفاوضون وياها وتنزلت المملكة العربية السعودية إلى مستوى الوسيط بين الأخوة اليمنيين من موالات ومن معارضة يعني المختلفين وتريد هي اقترحت خدنة أو اقترحت أيضا مشروعا السلامي والتسوية بين اليمنيين يقولون والله يقولون أنتم ما قدرتوا عليهم يقولون والله أمريكا ما خلتنا نروح إلى ولا كان ردنا ناقرب ميناء الحديدة وردنا نتقدم باتجاه صنعاء تسع سنوات لنفتر جدلا أمريكا أمريكا وهذا هو يدينها أمريكا لم توافق على التقدم يعني لم توافق على استمرار تلك الحرب العبثية لأن أمريكا تعرف جيدا أن ردة فعل صنعاء تتكون قاسية وعندما تكون ردة فعل صنعاء قاسية فعلي وعلى أعدائي وهذا يكشف لنا مجددا أن أمريكا نمر من ورق ومن يتحالف معها تصف تسمي توصف نمر من ورق آخر لأقل مثل الصهيوني أو الصهيوني المسيحي في أوروبا أو في أمريكا يدعم الكيان الصهيوني وصير صهيوني غربي الصهيوني المسيحي المحافظون الجدد هؤلاء والعرب يتصيهنون يصيرون متصهينين متصهينين إذا هذا دمر من ورق هذا فأرة من ورق والأيام مضينا تبقى كيف غيرت اليمن كل شيء هذا كلام تقوله صحف أمريكية وهذا أيضا ينطوي على اعتراف كما ذكرنا في المحور السابق أن أمريكا نمر من ورق نعم أمريكا مثل الكيان الصهيوني بإمكانها أن تقوم وستهدف ناس في أماكن معينة عبر طائرات عبر من الجو وكما فعلت مع بعض أفراد القوات اليمنية البطلة الباسلة في بحر المندب عندما كانوا يقومون بدورياتهم في مياههم هذه منطقة جاءتها أمريكا من خارج الحدود مما بعد خارج الحدود فأوضحت يعني هذا عمل أيضا إرهابي كما قلنا مثل كيان الصهيوني يقتل أمريكا تقتل لا يقاتلون يصير قتال لا لا رحوا تشوفوهم لابسين حفارات لبسوه من المقاومة العراقية حفاظات هذا الشهيد قاسم سليماني حتى عندما أرادت القوات الأمريكية تنسحب عام 2011 أواخر 2011 يجي الجنرال بيترايوس ويبعث إلى الحاج قاسم سليماني ويطلب منه أن يؤمن له طريقا آمنا للخروج لقواته هذه هذه أمريكا أمريكا الضعيفة الهزيلة التي بشر الإمام السيد علي خامنئي بنهيارها كما بشر الإمام الخميني بنهيار الاتحاد السوفيتي السابق عندما قال في رسالته المعروفة إلى جورباتشوف أني أسمع تكسر عظام الشيوعية والماركسية أسمع أني قال تعال لطريقا آخر غير الطريق الذي يؤدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الأخيرة الماضية أكدت بما لا يقبل الشك أن اليمن بالفعل هو الماسترو ضابط الإيقاع هو اليمن بضعفه الظاهري وقوي كما تعرفون وقد أوضحت حركة المقاومة اليمنية الباسلة بقيادة السيد الملك عبد الملك الحوثي بشكل واضح أنه سيتم حتى بعد استهداف القوات اليمنية زوارق زوارق وشوفهم يعني شلو شلو الأسلحة اللي يعدهم مع أنه بالمناسبة كشفت تقارير أمريكية عن امتلاك صنعاء لصواريخ متطورة جدا 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 مضادة للسفن للسفن وقيل أن صنعاء استخدمتها مرة أو مرتين لكن بعد أشياء أخرى لم يكشف النقاب عنها مع ذلك أكدت صنعاء أنه سيتم واعتراض أي سفينة تابعة للكيان الصهيوني أو متجه إلى الكيان الصهيوني وبينما ينزعج الغرب من هذا الأمر وينزعج معه الفئران الورقيون ويتخيل الغرب نفسه حاول يظهر نفسه كما يعني في التصريحات أنه هو الهدف لتحشيد بقية العالم يدرك تماما بأن أنواع السفن الأخرى حرة في المرور عبر باب المندب وعبر البحر الأحمر ولن تعترضها المقاومة اليمنية الباسلة وجايد تشوفون الناقلات الروسية والناقلات السفن الصينية والسفن الإيرانية ستقولون مولولي أصدقاء لا وغيرها سفن أوروبية أخرى بالمناسبة كثيرة تعبر وسفن الجنوب كلها تعبر وتتحرك باتجاه باب المندب دون عائق كان الهدف من استهداف الزوارق اليابنية والتهديد باستخدام القوة أيضا ضد صنعاء من قبل البريطانيين وأيضا كان الهدف هو أن يدفعوا اليمن إلى اتخاذ القرار الفيصلي النهائي وهو إغلاق باب المندب وعندما يتم إغلاق باب المندب سيبرر الأمريكان والغرب عموما للدول الأخرى يعني الأمريكان من يقول الغرب يعني هذول اللي الأوروبية ترى اللي هو متورطة بالموضوع بريطانيا فرنسا وألمانيا وطبعا مع الأمريكان يبررون أنه شوفوا إذا هما أصبحوا قراصنة وهؤلاء يعرضون الملاحة الدولية للخطر بعد أن الملاحة الدولية مستمرة باعتراف تقارير رسمية من المنظمات والواجهات والمؤسسات الرسمية المعروفة وحدها الدولة المهيمة دولة الغطرس الأمريكية وهذا الوياهم منزعجين من هذا التحدي الذي يواجه النظام القائم على القواعد التي أرستها الولايات المتحدة الأمريكية يعني كل العالم مصالحنا وأينما تتواجد هذه المصالح لأن أمريكا يجب أن تكون موجودة للخفاظ أو لحماية مصالحها التي يحميها أيضا الكيان الصهيوني فهم أيضا يدافعون ويحمون هذا الكيان الصهيوني فهم يقولون نحن غاضبون من إمكانية إعاقة السفن الغربية التي تنقل الطاقة أو البضائع إلى الكيان الصهيوني ويعتبرون ذلك ينتهك القانون الدولي مع أن القانون الدولي يسمح لليمن تحديدا وهي مطلة على البحر الأحمر أن تمارس سيادتها وتمنع السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني باعتبار هي أعلنت أنها منخرطة في حالة حرب مع الكيان الصهيوني أو البناسبة كل الدول العربية حتى المنسبة العربية السعودية التي تزعم أنها تتجه نحو التطبيع وتريد أن توقع اتفاقية سلام بأقوسيا مع الكيان الصهيوني هي في حالة حرب مع الكيان الصهيوني ما لم يتم توقيع اتفاق سلام كل الدول العربية التي لا تعترفها الإسلامية طبعا بهذا الكيان الصهيوني هي في حالة حرب واليمن في حالة حرب وقالت احنا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني واطلقت صواريخ ومسيرات على الكيان الصهيوني دفاعا عن فلسطين وطلبها بسيط طلب بسيط جدا اوقفوا العدوان واسمحوا للمساعدات الانسانية ان تدخل الانسانية انسانية الى غزة نحن نوقف لن نوقع اتفاق سلام لا نوقف هذه العمليات ماذا جرى الذي جرى هو ان الولايات المتحدة الامريكية مباشرة وبعد تلك الغارات العدوانية التي شنتها سحبت واحدة من اهم بوارجها الحربية جيراد فورد من المنطقة هذه اشارة هذه اشارة لا نريد ان نقول ان الحرب او العدوانة سيتوقف مع ملاحظة ان الكيان الصهيوني بدأ في الاولة الاخيرة يروج لما يسمونها بالمرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة كما تقول صحف من الكيان الصهيوني هو اعلان فشل عسكري واضح لانقوسيا لإسرائيل وبدأ بالفعل كما تقول الصحف الإسرائيلية والتصريحات الرسمية بدأ جيش هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بالعديد من الإجراءات الميدانية في قطاع غزة مثل سحب او انسحاب الوية من داخل مدينة غزة الى اطرافها وتسريح خمسة الوية الوية التدريب واحتياط من القتال وهذا ما يوحي بان الكيان المؤقت سينتقل قريبا الى ما يسبها هو بالمرحلة الثالثة من المعركة التي يخطط لها ان تكون كما يقول جراحية وهذه يعني بالتأكيد تشمل عمليات الاختيال اللي هي شغلته يعني هو الكلان هذا اللي يرجع الشغلته الاساسية هو يقوم فقط بالاغتيال وبالتزاون مع هذه الخطوات الميدانية تم الكشف عن العديد من الاجراءات الدفاعية التي تتتخذ بالتوازي في منطقة المستوطنات يعني في غلاف غزة معلومة يقولون الدفاعية ويحاولون حتى يعني يقولون حتى لا يتكرر ما حصل في طوفان الأقصى مرة أخرى ويتحدثون عن المرحلة الثالثة مع الأسف بالتواطئ مع دول عربية معروفة وأهم هذه الدول طبعا مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وطبعا منظمة التحرير يعني السلطة الوطنية في السلطة الفلسطينية لأنه هؤلاء منخريطون فيما يسمى بمحادثات أو اتفاقيات السلام مصر عدها كام بيفيد السلطة الوطنية عدها أوسلو والأردن عدها وادي عربة وطبعا السعودية لا حاجة للتوقيع إلى اتفاق سلام وتطبيع مع الكيان الصيون هي منخريطة مع هذا الكيان في تعاون أمني مكشوف كشفه أن نتنياهو عدة مرات وهي الآن تحاول أن تنأ بنفسها عن أي عمل تحاول أن تنأ بنفسها عن أي عمل إجرامي ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين بحق اليمن لكي لا تطالها الصواريخ والمسيرات اليمنية لكن الصحف العبرية وصحف أمريكية أخرى تقول لا اليمن تتغير كل شيء إذا حصل مثل ذلك يعني إذا فعلت الولايات المتحدة هذا الفعل مع بريطانيا مع عيدة والأخرى وشنوا حربا على اليمن حربا على اليمن فإن اليمن ستلجأ بالتأكيد إلى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في مصالحها الرئيسة ومصالحها الرئيسة في المنطقة معروفة وليس بقيق والأرامكو ببعيد من هذا الواقع تكتب الصحف الأمريكية أن اليمن غيرت كل شيء حتى قواعد الصراع التقليدية تغيرت قواعد الحروب التقليدية تغيرت ولدينا مزيد يمن ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا